بلدان العربية خلوني في بداية هذه الحلقة بانضمام زميل وأخ من فلسطين الحبيبة فلسطين الصمود والقوة التي ما زالت تقاتل من أجل تحرير أرض فلسطين من الكيان الصهيوني خلينا نرحب بسلام سلامة وإن شاء الله السلامة حاضرة لبلدان العربية وإيضاً فلسطين الحبيبة نورتنا في برنامج بيت للكل سائدين بالنبامة نورة بوجودكم بوجود شافكي وبوجودك أحمد وبوجودك لانا شكراً جزيلاً على هذا الترحيب سلام في أرض السلام يعني خليني أرحب بيك ترحيب كمان لأنك منورنا في مصر منورنا في الستوديو الجديد وإنتوا خليني أرحب بيك وكلكم منورين في استوديو عشر بالتلفزيون المصري أهلاً بيك يا لانا أهلاً بيك يا أحمد أهلاً بيكم جميعاً حقيقة في استوديو من أهم الاستوديوهات اللي موجودة في مبنى التلفزيون المصري أهلاً بيك نورتوا يا رب من اسمك يأتينا السلام أنا أحامر رسالة من فلسطين لدولنا العربية في العراق ومصر والأردن رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة أخوة وإن شاء الله بإذن الله هذا الليل الطويل والهم يزول عن قلوبنا جميعا من هذا الاحتلال الإسرائيلي خلوني أبدأ معكم بعد كلمة زميلي أحمد خلوني أبدأ معكم من كلمات للشاعر أحمد الشفيق كامل قال الشاعر أحمد شفيق كامل وهو يكتب إحنا وطن يبني ولا يهدد إحنا وطن بيصون ما بيندد وطن العزة الوطن العربي هكذا كانت بداية لكلمات لهذا الشاعر الرقيق وتمنى للوطن دائما بإنه وطن يصون ويتحدث أيضا عن مصر الكنانة ودورها مصر بتفتح مش بس بيتها لكن بتفتح كمان قلوبها ودايما بتقدم المحبة والأخوة لكل بلداننا العربية المشهد الموجود في العالمين والعالمين من بيت الكل خليني أقول لكم مدينة أنا وعدتكم أننا نروح زيارة بإذن الله مدينة جديدة ومدينة مصر الحقيقة بزلت مجهود كبير فيها علشان ترى النور في وقت قليل جدا ربما أقل من سنتين مثلا يعني هذه المدينة ترى النور ونحن نستقبل فيها من خلال هذه المدينة من خلال المشروعات الموجودة في العالمين على البحر الأبيض المتوسط هي في محافظة مطروح نستقبل الأخوة العرب ونستقبل هذه اللقاء والقمة العربية قمة الأخوة والمحبة ويمكن أنا يحضرني مصدفة كنت موجودة في المنطقة قبل أو في أثناء وجود اللقاء العربي مش قادرة أقول لكم فرحة الناس مش قادرة أقول لكم الاستقبال الأعلام صور القادة العرب وهي موجودة في منطقة العالمين فتحس أنت في منطقة حديثة ولقاء عربي قوي وأيضا يعني يأتونا لمكان جديد على مصر فأهلا بكم كمان جميعا في الاستوديو أرحب بك سلام في بر الأمان أرحب بك سلام في بر الأمان أرحب بك سلام يا رب دول هو يعني لفته حلوة جميلة ومصادفة جميلة أنه مصر الآن عم تجمع الدول الخمس في لقاء المحبة ولقاء الأخوة في العالمين هذا على الجانب السياسي والاقتصادي وفي نفس الوقت إحنا مجتمعين كمان في القاهرة الآن كإعلاميين قمة إعلامية مصغرة فكل واحد منا بمثل اتجاهات وهموم وآمال وطموحات وطنه فإن شاء الله يا ربي هالتكامل العربي والمحبة العربية تجتمع على كل الأصعدة مرة ثانية من رحب بزميلنا من فلسطين الحبيبة سلام اللي نضملنا للبرنامج ويمكن أنا أحب هيك بس مداخلة بسيطة لسلام أنت كنت تتفرج علينا أول كمشاهد كمشاهد على بيت الكل وإحنا يعني ننتقل بين الدول العربية المشاركة توصف إنا كيف لما كنت مشاهده هلا معنا في الاستوديو بصراحة يعني كان الواحد يشوف الفنانين والممثلين عم بيجوا على الاستوديو يعني هذا شرف لما منقول أن أربع دول عربية قاعدة عام تستضيف في مشاهير وفنانين وأدباء وكتاب وما إلى ذلك أنا لما كنت متابع بصراحة كان في عندي معلومات عم بستفيد منها في عندي إطلالة أدبية وإطلالة فنية والسياسية اليوم يعني حلقتنا اليوم نحن نتحدث فيها عن السياسية وهموم الدول العربية وما يتشاركونه من آمال وطموحات يعني بصراحة شرف كتير كبير لأيلين أنا وصلت لهون البرنامج معاكم وعم نقدمه مع بعض وعلى بياض من الاستوديو الجديد شكراً أخذك حلو لكن من أجمل الأشياء بأن تكون متلقي وبعدين تكون في نفس المكان الذي تطمح به صحيح حذة تحقيقاً ممكن ذكرت لك خارج الأجواب قلت شنو الاستفادة المهمة بالنسبة لك؟ قلت لك تلاقع هذه الأفكار والخبرات الثقافات وهذه المحبة التي بينتنا بين أربع البلدان بين الإعلاميين بين المصورين بين كوادر الإعداد بين الإخراج هذا بحث ذاته يأكوا أواصر وروابط تكون قوة بالنسبة إنا وتعطينا دافع بين إحنا نستمر ونقدم فأقول لك بالعراقي نورتنا وحياك الله الله يكبر أنا بضيف كلمة على كلام لانا المهم هي قمة محبة بيت للكل دايماً يعني دي السنة التانية للبرنامج ولكن يعني أعتقد إحنا يا لانا أثبتنا إن إحنا كشعوب عربية محبين للطلاق إحنا كلنا عايزين لنا طلاق عددنا وتقاليدنا ومشاكلنا وهمومنا واحدة ويمكن في بيت للكل حتى خلف الكواليس ومع كل الطاقم الفريق العمل اللي بيشتغل معنا فأي بلد بنروحها الأردن العراق فلسطين أي أن كان إحنا بنحس إنه إحنا فرد واحد وبلد واحدة وده اللي بيحصل سواء في بيت للكل كبرنامج إعلاني مع أربع دول أو اللي إحنا بنشوفه بعنينا في هذه قمة المحبة والأخوة الموجودة في العالمين موسيقى